ليش السفن اللي وزنها أطنان ما بتغرق والإنسان اللي وزنه كيلوغرامات بيغرق جواب هذا السؤال رح يكون بفهم مبدأ أرخاميدس فينا ناخذ هذا المثال البسيط لو فرضنا أنه عندنا جسم صلب معلق بميزان نابض وزنه 5 كيلوغرام رح نسمي هاي الحالة الأولى الحالة الثانية رح نجيب نفس هذا الجسم ولكن نغمره بالماء وفجأة رح نشوف أنه وزنه صار على مؤشر النابض 3 كيلو فشو هو السبب؟ لو طلعنا على هذا الإناء الصغير رح نشوف أنه الجسم أزاحمة وزنه 2 كيلوغرام وهذا نفسه الوزن اللي نقص من مؤشر النابض فمعناها منستنتج أنه الماء عم تدفع الجسم للأعلى بقوة 2 كيلو بنفس وزن السائل المزاح وهذا هو تماما مبدأ أرخاميدس اللي بيقول إن الجسم المغمور في سائل لا يذوب فيه ولا يتفاعل معه فإن السائل يدفع الجسم للأعلى بقوة ساوي وزن السائل المزاح ونسميها قوة الطفو آها طيب كيف ممكن نستفيد من هذا المبدأ بشكل عملي؟ قال نحن لو قدرنا نخلي هذا الجسم اللي وزنه 5 كيلو يزيح ماء بوزنه فبالتأكيد لازم يطوف على سطح الماء طيب ولو قدرنا نخليه زيح ماء أكتر من وزنه فرح يطوفه بسهولة هذا الكلام صحيح ولكن للأسف هذا الجسم إذا كان كثافته أكتر من الماء رح يغرق وبحياته ما رح يطوف على سطح الماء أوهو طيب شو دخل الكثافة وشو هاي الكثافة يا عمي؟ الكثافة تعبر عن مقدار الكتلة الموجودة في حجم معين خلونا ناخد هذا المثال لو عنا زجاجة مملوقة هواء والزجاجة الثانية مملوقة ماء الزجاجتين إلن نفس الحجم صح؟ صح الزجاجتين إلن نفس الوزن صح؟ لا غلط زجاجة الهواء وزنها أخف والسبب إنه كثافة الهواء أقل من كثافة الماء وبالتالي الهواء رح يساعد الزجاجة إنه تطوف على سطح الماء والماء رح يساعد الزجاجة إنه تغرق وهذا نفسه مبدأ عمل الغواصة لو بدنا نغرقها من عبية مي لو بدنا نطوفها من عبية هواء لك ايه دوختنا كنا بالسفينة صرنا بالغواصة يا عمي كيف تطوف السفينة وكلها فولاز وحديد وكثافتهم أكتر من الماء والمفترض يغرقوا سؤال جميل يا صديقي ولكن فعلا هذا الكلام صحيح رح أصدمك وأخبرك إنه كثافة السفينة الكلية أقل من الماء وهذا الشي بفضل تصميم هيكل السفينة لأنه السفينة مو كتلة وحدة من الفولاز السفينة مجوفة من الداخل وقاعدتها مليئة بالهواء هذا الهواء حجمه كتير كبير وكثافته جدا قليلة وبالتالي السفينة رح تزيح حجم كبير جدا من الماء بعادل وزنها وأكتر من هيك وبالتالي السفينة رح تطوف على سطح الماء وبكل بساطة أتمنى أنك استفدت من الفيديو كان معكم طبوش وهي قناتي لا تنسى تدعم القناة وإلى اللقاء